دكتور هشام إبراين السؤال اللي طرحناه هنا وكان طرح حتى مجتمعياً مع إعلان التعديل فكرة الاستعانة بخبرة من القطاع المصرفي في وزارة السياحة حضرتك بتشوفه إزاي والبعد الاقتصادي اللي موجود في هذا التعديل عايز أبدأ بداية أنه بالتأكيد كل تغيير أو تعديل وزارة بيكون وراء فلسفة الفلسفة قد تكون واضحة للجميع وقد لا تكون وصلة بشكل جيد إحنا الحقيقة الدولة المصرية عانت على مدار عقود طويلة أنه أداء عدد كبير مش بس من الوزراء لكن من الوزراء كان لا يتم تقييمه التقييم الصحيح بالمنظور الاقتصادي بما أن يمكن على مدار عقود طويلة كان دوما لما نيجي نقيم أو نحاسب الوزير فتلاقي أنه الوزير حتى بختلط عليه الأمر هو بيعمل في إطار أمرين كلاهما مختلف أو متباين الشق الاقتصادي وشق الاجتماعي فدي قيمه يقول لا ما أنا بشتغل من منظور اجتماعي وبالتالي الحقيقة مسألة التقييم كانت مسألة مشوشة فقال الأوان أنه نحن الحقيقة كافة وزاراتنا اللي معنية بالشق الاقتصادي أن تضار إضاءة اقتصادية مضبطة زاد كفاءة تفرق كثير لأنه أنا عندي العدد الأكبر من الوزرات يجب أن يضاروا إضاءة اقتصادية البقد الاجتماعي ليه لوزراء المعنين بيه يعني أنا ما فهمش يعني وزارة بترول وزارة قهربة وزارة صناعة وزارة قطاع عمال تقولي أنا ما بمستني أول كل سنة مالية عشان ياخد المنحة أنا بسميها المنحة من وزير المالية ها طبعا لا ما يصحش الوزرات كلها تشتغل بمنظور اقتصادي سليم تحقق أكبر كفاءة اقتصادية ممكنة لأنه في النهاية ده لما بيخدم على وزارة المالية ده بيتيح لوزارة المالية أنها تقدم أكبر مخصصات للوزرات المعنية بالبعد الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التموين وبالتالي احنا محتاجين أنه كافة وزاراتنا تدار بمنظور اقتصادي أخذن في الاعتبار أنه احنا الحقيقة الوزير بيوصل لمرحلة من اتخاذ القارات الاستراتيجية اللي بالمناسبة البعد الفني فيها بيكون الأقل والبعد الاقتصادي والإدادي هو اللي بيكون الأعلى يعني احنا كلما نتقي في المستوى الوظيفي كلما البعد الاقتصادي والإدادي يزيد والبعد الفني بيقل وناخد مسأل بسيط هو وزير الصحة بيدخل لقطة العمليات هو بيعمل عمليات جرحية ده بيدير مؤسسة يجب أن تدار إدارة اخصادية منطبطة لأنه بالمناسبة أي عمل ما لم يدار إدارة اخصادية منطبطة مش بس الحكومة كلها هتتضرر لكن المجتمع كله هتتضرر وفي مقدمته المواطن وبالتالي هو يمكن درجة قبول وتفاهم المجتمع أو المواطن لفكرة أنه يجي حد زو خلفية مصرفية أو اقتصية عشان يديد ملف السياحة لا هو الوزير هيأخذ قارات اخصادية بالمناسبة هو الوزير مش هشتغل موشد سياحي احنا عندنا بالتأكيد الوزارات فيها أكم من الموشدين اللي فاهمين يعنيه أصار واللي فاهمين يعنيه عمل سياحي والإدارة يقوموا بالتنشيط السياحي مش مفترض أنه الوزير هو اللي هيعمل عملية التنشيط السياحي بزيته لأنه احنا مفترض أنه عندنا مؤسسات داخل الوزارة هي المعنية بهذا الأمر فأنا بأعزي هذا الجدل اللي هي التزايد خلال الأيام والساعات الماضية لعدم قبول المجتمع أو المواطن العادي للمنظور أو الفلسفة المفترض تكون بالشغل عليها الحكومة الحالية وأتمنى أنه ما حدث مع وزارة السياحة يحدث مع العديد من الوزارة حتى إذا قابلنا أنه يكون وزير الرضاية جاي من خلفية الموارد المائية ووزير الزراعة جاي من خلفية الزراعة وبالمناسبة أصلي وزارات فنية جدا هو بالمناسبة هو وزير الزراعة أيضا وجاي من خلفية المصرفية وبالتالي إحنا نتحدث عن تاني فكرة أنه كافة الوزارات يجب أن تضعوا إضاقصة دية منضبطة وده في النهاية هينعكس إيجابيا على أداء الحكومة هينعكس إيجابيا على أداء المواطن دي بسألة مهم المسألة التانية خلينا نأكد على فكرة أنه التعديل الوزاري أو أي دخول دم جديد وده بالمناسبة بيكون مطلوب كل فترة زمنية دخول الدم الجديد في الوقت الحالي مش زي الطريقة التقليدية اللي اعتدنا عليها على مدار سنوات أو يقود طويلة مضية أنه الشخص بيبعاد جنب التليفون وجيله المكالمة يروح يحلي في المين تاني يوم لا ده ما بقاش يحصل اللي بيحصل أنه ما فيش اختيارات بتتمي مش بس على التقليدية مش بس فكرة الوزير لكن ما حتى ما دون مستوى الوزير إحنا حاليا ما فيش وزير بيكلف بمهمة إلا إذا كان باللغة البلدي كده رايح جاي كتير وبيتكلم كتير وبيشرح إيه اللي بيحصل ولازم يحط علما بالملفات الشائكة في الوزارة بتاعته علشان زي ما تم السادة الأفاضل تحدثه أنه الوزير صحيح قد يكون لديه فلسفة لكن هو فكرة النجاح الأساسية إزاي نطوع فلسفته مع الفلسفة الاستراتيجية الأعمة على مستوى الدولة ككل وبالتالي التعديل اللي بيحدث هدفه الأساسي إنه إزاي نرفع من كفاءة أدايا الحكومة ككل وأمرين الأمر الأول إزاي يكون فيه ظاهير شعبي أو درجة عالية من الرضاق أو القبول العام في الشارع وده مسألة مهمة جدا لأنه في النهاية حررتك تقدر تقيس مسألة الرضاق الشعبي عن التعديل عندنا بالمناسبة مش هلزين نفقد السقة إنه إحنا من مصر دولة كبيرة وعندنا مؤسسات معنية بقياس رضاق العام بالمناسبة الصحافة كمان هي عمل أساسي بيشتغل في نبض الشارع مع نبض المواطن فإحنا عندنا مؤسسات قياس رضاق العامة وجودة في هذه الدولة ومش عايزين ننصاق وراء السوشيال ميديا أو الشعاعات إنه القوات بيتخذ مش عارفين هو جيه ليه ومشي ليه لا المسألة لا تقايم بهذا الشكل لأنه في نهاية احنا بنتكلم على دولة فيها قيادة والقيادة دي مسؤولة كمان أمام المواطن أمام الشارع وبالتالي هي عايزة تحقق أقصى نجاح ممكن وبالتالي معيه الاختيار بالنسبة لها بتكون موزونة بمزام نده لأنه في النهاية أي جدود أفعال سلبية بتقاس لكن هو الفكة الأساسية لن ننصاق وراء الأمور أو الأراء الشعبوية بقد ما هننصاق وراء الفكة الاستراتيجية اللي بيحكم اتخاذ أي قرار مسألة أنه الوزير بييجي لا مؤكد كافة الوزراء اللي تم تكلفهم مؤكد على مدار فترات طويلة ماضية كانوا بداتا مش بعيدين عن الملفات اللي أصبحوا مسؤولين عنها أتصاون كل الوزراء أو الوزراء الجدود كانوا معنيين بشكل أو بخر مش بالضرورة يكون من قلب الوزار لكن على الأهل لا فيه فيه وزراء معنيين بالملفات كان عن بعد أو عن قد لكن معنيين بالملفات صاحب فكر في هذا الملف صاحب فكر ومنخلط فيه التحديات والمشاكل يعني وزير الموارد المائية هو طبعا له خبرات على مستوى الدول اللي لا كان بيش بعيد عن الملفات الشائكة ووزير الصناعة نفس الحال ووزير الصناعة بالتأكيد نفس الأمر ووزير التربية والتعليم والتربية والتعليم وقطاع العمال وقطاع العمال ووزير الصحة صحيح والأمر التاني المهم جدا أنه حتى مد إلى مهما كان درجة ثقة وزير الثقافة كمان طبعا صحيح مهما كان درجة ثقة الوزير في نفسه وقدراته الوزراء الحياة بيعانوا بيعانوا في أكتر من بعد البعد الأولين لا أي حد بيتصدر للعمل العام بيعاني بس يعني بنسب عايزين نوضح المعاناة بتيجي بداية أن المعاناة بتيجي من قلب المؤسسة نفسها يعني بيكون البيروكراطية والروتين وممانعة التغيير قدر المقاومة قد قدر التحمس والقدر على اتخاذ القرار والخوف من القانون والخوف من المؤسسات والجهات الرقابية بيكون عالي جدا في الوزراء وبالتالي درجة نجاح أي وزير أو أي مسؤول بتبقى متوقفة على الدولاب العمل اللي معاه يعني هو ألف به نجاح ليه أنه يقدر يختار فريق العمل بتاعه بنفس المنظور اللي تم اختياره من قبل القرارة السياسية ودي مسألة مهمة جدا أنه عشان الوزير يضمن أنه ينجح لازم يكون على الأقل فريق العمل بتاعه فريق العمل الضيق على الأقل بيحمل نفسه لو أجرت العدب يبقى المكاتب الفنية المكاتب الفنية وإلى أي مدى المكاتب الفنية مع الوزير يقدروا أنه هما يحظوا بمسندة قوية من دولاب العمل داخل الوزار ودي الحقيقة مسألة صعبة جدا أنه زي يكون الوزارة كلها بتتحرك مش هقول في نفس السياق هي بالتأكيد كلها بتتحرك في نفس السياق لكن من نفس الوتيرة من نفس السرعة وده الحقيقة مسألة صعبة جدا أنه ممكن نلاقي وزارة عندهم فكت وبتتحركوا بسرعة ودولاب العمل جوه الوزارة بيكتفهم فيمكن خلال أيام أو أسابيع نلاقي أنه الوزير داخل بمنتهى السقة والطموح وبعدين نكتشف أنه الأداء بدأ يتراجع على التدريجين بمدرور الوقت فهول بسألة هل الوزير قادر على أنه يشد معه الوزارة الفوق هنا بتبني الفروع الفردية صحيح بشكو حرائق شكرا جزيلا